ده فيما يخص الأولمبيات عايز راحل الأهلي سريعا عشان مش عايز نضيع الوقت النهاردة وأفشا أفشا قلت لي عايز أتكلم عنه فيما يخص فوزي النادي الأهلي بالدوري هذا الموسم قلت لي عايز أتكلم على أفشا تحديد أفشا يعني رغم المشاركات الوليلة جدا الموسم ده بالذات يعني تريباً ألف وطلاتاشر ديئة عايزني شوف الفاعلية شوف التأثير الكبير أفشا بالمناسبة جاب أربع أهداف منهم تلت أهداف بتسع نقاط ومنهم هدف اللي هو المباراة الأمس يعني حاسم للدوري والهدف اللي هو في الديئة 86 أو 87 أمام بيروميدز الهدف ده مش عايز أقول بس أنه هو يعني آه يعني يكسب الأهلي ثلاث نقاط لا تقريباً ليه مساهمة كبيرة في الفوز بالدوري عايز أقول ليه سر السر وراء أن أفشا يكون عنده أهداف حاسمة تقريباً وصل لستة أو سبع أهداف حاسمة بالأمثال اللي احنا قلناها تقريباً لأنه لاعب ركزت معاه على الدكة قاعد مركز في كل تفاصيل المباراة تقريباً بيحل المباراة عارف النقاط الضعف فين والكوة فين يعني ده بعض الأمثلة معنا هنا يا كريم ده مثلا مباراة الأمثلة ده أعتقد قبل أو يعني أثناء الإصابة لكريم الراجل قاعد مركز جداً عايز يشوف كل تفصيل تلاقيه راح يبص في الايباد مع كابتن سامي ويشوف اللقطة كان فيها إيه دايماً الكاميرا تيجي عليه وهو قاعد على الدكة مركز تماماً في الملعب بيشوف النقاط الضعف فينا عند الفريق الخصم عشان ينزل يلاقي الفرصة أنه هو فعلاً يظهر في المكان المناسب يكون موجود في المكان المناسب وده السر وراء تأثير وفعالية أفشا هذا الموسم رغم زي ما نقول أربع أهداف منهم تلت أهداف من الأربعة مؤثرين جداً حسموا الدوري وحسموا تسع نقاط كانوا مهمين جداً للنادي الأل ده بما يخص أفشا